اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بصحة وسلامة والحمد لله على سلامة حجاجنا ووصولهم إلى أرض الوطن وأيضا ألف مبروك على العودة إلى المدارس العودة إلى الدوامات البارحة كانت في وائد مسجاتي شوية يعني تخلي الواحد عنده طاقة سلبية لكن نحن نقول لكم لا خلوا عندكم هذه الطاقة الإيجابية نحن يعيين على يوم جميل يوم ممتاز سواء رايحين المدرسة فلازم نزرع في عيالنا الطاقة الإيجابية اللي تخلينا نقولهم أن الروحة للمدرسة هذه لا بالعكس هذه شغلة الواحد يستمتع فيها ويتعلم منها وهي أمر ضروري لكن الأحلى أنك أنت تستمتع فيه مثله مثل الدوام مثل أي شيء ثاني بس سويه في حياتك استمتع فيه وفكر فيه بإيجابية وخلك سعيد إذن نحييكم عبر برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج مثل ما عودناكم نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بالجميع نستقبل في هذا البرنامج اتصالاتكم ومداخلاتكم وملاحظاتكم والسبساراتكم حول القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام عزيز عيد مبارك طيب اليوم الأحد ومع إشراقة هذا الصباح يعني يطالعنا ملحق البيان الصحي الصادر اليوم في نسخته الثانية لهذا الموسم وهذا الملحق مثل ما ذكرنا يعني هو نتيجة هذا التعاون الجميل ما بين هيئة الصحة وصحيفة البيان الملحق يطالعنا مجموعة من الأخبار المهمة نستعرض بعض الأخبار معاكم قبل أن ندخل في موضوع حلقتنا بعد الفاصل إن شاء الله بخبركم أو قبل الفاصل بخبركم شو موضوع حلقتنا عموما أكثر من نصف مليون مراجع لمستشفيات صحة دبي خلال ستة أشهر بلغ عدد مراجعين مستشفيات هاية الصحة في دبي خلال نصف الأول من العام الجاري 524.892 مراجعا بينهم يعني 202 و598 راجعوا أقسام الحوادث وأكثر من 280 راجعوا العيادات الخارجية فيما تم إدخال 41.521 حالة مرضية إلى الأقسام الأخرى من مستشفيات الهيئة يعني عدد نتمنى أنه يتناقص يتناقص ليش؟ عشان الواحد من يبتدي يسوي الفحوصات أول بول على الأقل في العيادات الخارجية شوية بتخف عليهم مسألة يعني يقولون دائماً الوقاية خير من العلاج وطبعاً نحن وزارة الصحة صارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ليش؟ على أساس أننا نحن نبدي العزز في أنفسنا بعض العادات الصحية التي يجب أن نتبعها للحفاظ على صحاتنا صحة دبي تمتلك أكبر شبكة صحية معتمدة عالمياً أكدت الدكتورة منال تريم المدير تنفيذي قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي أنه ليس من السهل أن تحظى عشرة مراكز من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة في دبي على اعتراف دولي بتكامل خدماتها الراقية وحداثة تجهيزاتها عالية التقنية وكفاءة كوادرها البشرية ولسيما إذا كان الاعتراف والاعتماد من مؤسسة عالمية معروفة بالتزامها الشديد والمعايير الدقيقة الصارمة في منح شهادات الاعتماد الدولي المعروفة بالجي سي آي وقالت الدكتورة منال في حوار مفتوح مع البيان الصحي أن قائمة المراكز المعتمدة دولياً لدينا شملت مراكز ند الحمر البدع والبرشة والخوانيج والسيري والممزر والمنخول والمزهر والصفة والطوار وجاء الاعتماد بعد تدقيق شديد من قبل لجان التقييم الدولية التابعة لمؤسسة وبذلك تكون هيئة الصحة في دبي هي صاحبة أكبر شبكة صحية معتمدة عالمياً وهذا في حد ذاته يمثل إنجازاً مميزاً نفتخر به ونعتز به طيب أنا أتذكر هذه الأيام يوم كانوا يسوون الاختبارات أذكر الصور اللي كانت أطالعها يا جماعة الخير تخيلوا أن المدققين هذين كانوا يفتحون الصكف يتطالعون المكيفات يتطالعون وأنتم بكرامة المجاري يتطالعون يعني تفاصيل التفاصيل في هذه العملية غير التدقيق الطبي يعني يعني نهنئ هيئة الصحة حقيقة بهذا الإنجاز وهذا شيء ما هي من فراغ طبعاً أكيد هي توجيهات القيادة نحو تحقيق مجتمع أكثر صحة وسعادة يعني مو بس أكثر صحة لا أكثر صحة وسعادة اليوم نقول سعادة لازم الواحد يخلق هذه السعادة من داخله مو بيقول لي يوم لحد دوام ويقعد يطرش مسجات وما أدري كذا يوم لحد دوام وما أدري شو خير إن شاء الله الواحد يروح الدوام طاقة إيجابية صح ولا عيسى أنت عندك طاقة إيجابية اليوم يهز راسه هذا ما أدري هي أو لا الله العالم عموماً من الأخبار السعيدة في ملحق البيان الصحي اليوم خبر يقول أمل جديد لمرضى السكري من النوع الأول والتفاصيل تشيري لأنه أجريت في أمريكا عملية جراحية لسيدة مصابة بداء السكري فبدأ جسدها ينتج الأنسولين ذاتياً وقام أطباء من جامعة من جامعة ما بكاتب يلي اسم الجامعة الله يهديهم المهم الأطباء من الجامعة قاموا بزرع خلايا أنسولين بنكرياسية كونها جزءاً من مسيرة علاج سريرية قام بها معهد ميامي لأمراض السكر لأول مريضة تم زرعها في البطانة التي تحتضن أحشاء البطن وأجريت العملية بالتنظير وبعدها تخلصت المريضة من أعراض المرض وبات جسدها قادراً على إنتاج الأنسولين من جديد يقول الأطباء أن وضعها لم يعد يشابه أو ضاع مرضى السكري لكنها ملزمة بتناول عقاقير تساعد جسمها على ألا يرفض الخلايا المزروعة ولم تشعر بأي أعراض جانبية نتيجة تناول هذه العقاقير هذا خبر جميل جداً ويفتح الأمل لمرضى السكري فمن روح لي خبر خاص أو مبخص خبر عام عن حلقات مغناطسية لعلاج البدانة تمكن الباحثون في أمانة أمراض القلب في فيرمنغهام ببريطانيا من ابتكار تقنية جديدة لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني وذكر الصحيفة الديليميل البريطانية أن هذه التقنية البديلة لعملية ربط المعدة تكمن في إدخال حلقات مغناطسية متناهية الصغر في داخل الأمعاء فتلتصق ببعضها بعضاً بقوة الجاذبية المغناطسية ما يقلص حجم الأمعاء ويقلل المواد الغذائية التي يتم امتصاصها هناك وعلاوة على تقريب مسويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكر من النوع الثاني تساعد هذه التقنية على فقدان الوزن الزائد لدى البدينين وأوضح الباحثون أن مفعول هذه العملية يظهر في غضون ستة أشهر ويطرأ تحسن كبير على المرضى كما أظهرت ذلك التجارب الإكلينيكية التي أجريت على عشرة مرضى كانوا يعانون من البدانة الشديدة والسكر من النوع الثاني هنا أنا قبل أن أطلع فاصل سمح لي عيسى بعلق على هذا الموضوع يعني بغض النظر عن أي شيء يا جماعة الخير الواحد اللي بيخف وزنه أو يبغي ينزل وزنه يحاول أن ينزل وزنه بالطرق الطبيعية هاي نصيحة مني أنا لا أني دكتور ولا أي شيء بس أقولكم إياه خفف وزنك بالطرق الصحيحة عندنا المفروض أن في كتلة معينة يتم حسابها ليسووا لكم عمليات التخفيف عن الوزن هذه فالجماعة للأسف الممارسات اللي قاعدة صغير أنت قبل العملية لازم تنزل وزنك تقريبا ما يعادل 12-15 كيلو إذا كان وزنك هذا يعني 100 بلاس ثلاثة أرقام فلازم تنزل وزنك لحد معين الجماعة عندنا لا عشان يسوون العملية قاعدين يزيدون وزنهم عشان الدكتور يوافق أنه يسوي لهم العملية ما أدري شو أقول بس صحة كنت أدرى فيها ما حد بين فاكترا عموما بعد الفاصل ما نستقبل مجموعة من الأطباء وما نتكلم عن برنامج البورد العربي لطب الأسرة في هيئة الصحة واحد من الإنجازات اللي حقيقة تفخر بها هيئة الصحة في هذا المجال فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا وطبعا اللي يبغي تواصل معنا تعرفون الأرقام بتطلع أثناء الفاصل ويوم ما نرجع بعد أذكركم فيها ستة صفر صفر خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو أربعة صفر صفر ستة للرسال نصية فاصل ونواصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم بكل خير ومستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل وعدناكم لما نتكلم عن برنامج البورد العربي لطب الأسرة في هيئة الصحة بدبي ويسعدني أني أستضيف معايا في أول حلقة بعد عيد الأضحة الدكتورة وديعة محمد مدير برنامج البورد العربي لطب الأسرة وأيضا الدكتورة شيمة أمين مساعد مدير برنامج البورد العربي لطب الأسرة في هيئة الصحة حياكم الله معنا وكل عام أنتم بخير الله يحييق أخي محمود بكل عام أنتم صحة وسعادة إن شاء الله ومشكورين على هذه الصباح الإيجابية والتفائل جزاعة الله خير مرحبا دكتورة ياهلا مرحبا ياهلا طيب أنا قبل لأدخل في هذا الموضوع بما أنكم أنتم من الرعاية الصحية الأولية لا تخافين دكتورة مسا جاييني بس بس سألت عنه أنزين أنت يوم تحس بين شد بينك وبين نفسك ترى يطلع على الإذاعة لا بالعكس إحنا بادين بكل إيجابية وتفاؤل نقايا كل المداخلات يا سلام عليك طيب دكتورة كانت كان فيه استفسار من أحد المستمعين يقول صباح الخير أطالب هيئة الصحة بضم فحص المخدرات والحالة النفسية لفحوصات قبل الزواج نعم أوكي صراحة هو اختصاص طب الأسرة هو جوهر تخصصنا هي خدمات التعزيزية الوقائية وعلاجية مثل ما ذكرت من البداية يمكن انت ذكت أكثر من طرحت أكثر من موضوع طرحت أنه مثلا سواء كانت من خلال السمنة والإجراءات الجراحية وكذلك عدد فحوصات دورية احنا نمكن نسويها طبعا فيه إدارة الشؤون الصحية الموجودة في قطاع رعا الصحية الأولية تعنى بعدد برامج تعزيزية نحن نسميها wellness promotion package طبعا هاي البرامج التعزيزية ممكن تضم مع الوقت قامت تستمر بصورة دورية تضيف عدد فحوصات مخبرية دورية وكذلك يعني حتى في كلينكا الإجزاميشنز نحن نسميها الفحوصات السريرية والإكلينكية ممكن من خلال ممكن نضيفها مع الوقت بالعكس يعني دائما احنا نفتح للجمهور دائما برامج التحسين للخدمات الصحية فممكن نضيفها حتى احنا في البداية يعني كwellness promotion package غير انها تكون يعني مش بس فقط يعني قبل الزواج كذلك الفحوصات الدورية فممكن احنا نسأل عن طريق الهيستوري ممكن احنا نبتدي بالفحوصات المخبرية وممكن مع الوقت احنا نضيفها في البرامج التالي هي الفحوصات مقابل الزواج جميل دكتورة يعني انا قبل ادخل في موضوع البورد العربي بعد افغي افهم المستمعين بشكل عام عن طب الاسرة شو هو طب الاسرة اهمية مثل هذا التخصص لمجتمع الامارات تفضلي دكتورة طب الاسرة طبعا مثل ما تفضلت دكتورة وديعة احنا نقدم خدمات تعزيزية وقاعية وقائية علاجية تأهيلية يعني هي طب شامل طب شامل للمريض المشفق للمريض والشخص نفسه احنا ما نعتبر الشخص اللي هي مريض احنا نقول شخص وفي نفس الوقت للمجتمع اللي حواليه لأهله الظروفه المادية لظروف البيئة اللي حوالينا فهذه مفهوم بشكل عام عن طب الاسرة نفسه يعني وفي نفس الوقت هو الطب يقدم على شكل يعني مدة سنوات احنا ما نعتبرت عن الشخص نفسه ونشوفه في العيادة ونتركه لا نحن نحاول نتابع على مدى سنوات شو اللي بيستوي لهذا الشخص اللي يزور العيادة والمحيط اللي حوالينا جميل جدا عندنا البورد العربي واحد من البرامج المميزة في طب الاسرة واللهيئة الصحة يعني لها نجازات كثيرة في هذا المجال فغطينا دكتورة وديعة نبذة عن البورد العربي تعريف بالبورد العربي ذلك صح التعبير مثل ما اتفاضل داخل محمود برنامج البورد العربي هي مفخرة هيئة الصحة طبعا تنظام لإستجل الإنجازات اللي أريد تعرضها الهيئة بشكل دوري اذا بعطي شوية نبذة عن البورد العربي بالأحرام قلنا نسميها احنا البرنامج اللي احنا نقوم فيها هو عبارة عن برنامج دبي التدريبي للتخصص طب الاسرة وطبعا هالبرنامج يكون على مدى اربع سنوات مثل ما ذكرت زميلتي دكتورة شيمة ان احنا التخصص على مدى هالأربع سنوات طبعا الطباء يقومون في التدريب من مستشفيات الهيئة مستشفى دبي مستشفى راشد مستشفى لطيفة وكذلك المراكز الصحية تابعة لها بالإضافة إلى المراكز التخصصية مثل يعني عن مركز الفرتليتي سنتر اللي هي علاجة للعقم وكذلك مركز البي السكري المجلس العربي تأسس في سنة ثمانية وسبعين وطبعا كان هذا بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية اللي هو مقرة حاليا في العاصمة الاردنية بعمان طبعا يضمن المجلس 22 دول عربية احنا من ضمن هاي الدول العربية واحنا الحمد لله نفتخر انه في الفترة الاخيرة حصلنا حتى على اعتماد وبدأنا احنا مثلتا يعني فازل دوتة الامارات مثلتا بهيئة الصحة في دبي في انتخابات عضوية المجلس العربي ضمن اللجنة المشرفة على امتحانات البورد العربي طبعا مثل ما قد هذا يعكس الثقة بالمستوى الطبي المطول لوسط دوتة الامارات يعني بدأنا احنا حين عندنا كرسي في المجلس العربي بالتاني احنا نشرف على يعني كل الامتحانات الموجودة في عضوية الدول المجلس العربي الموجودة ل22 دول عربية المجلس هذا يضمن خمس دول فقط يعني الكراسي جدا محددة فبالتالي كل اربع سنين الدش الدول العربية هذه كلها تدخل في انتخابات ترشح على مستوى المعايير الطبية الموجودة للدولة فكون فازل دوتة الامارات بهيئة العضوية او بهذا الكرسي خلال الانتخابات هاي تعكس الثقة المتطورة للساحة الطبيلة الوسط له الحمدلله الدولة جميل ومنوا يارس على الكرسي هذا يعطيكم العافية صراحة هاي مفخرات هيئة الصحة يعني هم اللي ساندونا وهم اللي شجعونا الحمدلله فزنا ان شاء الحمدلله بالانتخابات طيب حاليا كم شو هل الدول اللي مستحوذة على الخمس كراسي هالي الامارات مملكة العربية السعودية طبعا الاسباقية صراحة في تقصص طب الاسرة كانت من دول خليجة مملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالاضافة طبعا الordsة العربية لعريقة في التخصص الذي هو مصر بالاضافة طبعا العراق والدولة الخامسة هي طبعا إحنا الحمدلله بكل جدارة تتبειςنا وحصنا الحمدلله على القضوين و ورئاسة المجلسو عن دمنوت التتبع الحين طبعا عندنا لجنتين أساسيين في المجلس العربي عندنا لجنتات التدريب وعندنا لجنتات الامتحانات والحمدل الله الامارات عندها كرسي في كل لجنة فيها جميع وطبعاً هذه كلها تصب في المجلس العربي للتخصصات الصحية اللي من ضمنها تخصص طب الأسرة فيعني المجلس العربي عنده عدة تخصصات يعني وعندهم اعتمد عدة برنامج عندهم في البرامج التدربية التخصصية يعني ما عدا حين لازم يكون مثلاً الطالباء اللي ما يخلصون كلية الطب وبعد سنة الامتياز أن كلهم لازم يتغربون عشان يتخرجون من كليات جامعاتهم اعتمد دولياً فمجرد اعتماد يعني أي برنامج في أي دولة من قبل برامج تعليمية أكاديبي مثل برد العربي يعطيها الصبغة الدولية بالطبط جميل جداً دكتورة شيمة يعني ما شاء الله دكتور وديع تكلمت عن البرنامج بشكل مفصل أنا حس أنت عندك بعض الإضافات اللي تبغين تذكرينا عن هذا البرنامج نعم شوي بذكر عن البرنامج التدريبي لطبق الأسرة نفسها دكتور وديع تكلمت عن البرد العربي فأنا بتكلم شوية بالتفصيل عن البرنامج التدريبي نفسها جميل كونا نحن إحنا الدكتور وديع هي المشرفة على البرنامج التدريبي وأنا مساعدة للمدير في البرنامج التدريبي نحن عندنا طب الأسرة تخصص طب الأسرة هي أربع سنوات مدتها خلال الأربع سنوات إحنا نشوف نوزع أطباء الإقام إحنا نسميها residence in English فأطباء الإقامة توزعون خلال الأربع سنوات تدريب في المستشفيات وفي المراكز الصحية طباء الإقامة بس عشان نوضع حق المستمعين طبيب الإقامة هو اللي يتخصص في الطب الأسرة نعم تخصص اللي يتخصص في طب الأسرة وهذا يكون توا أنهى الدراسة الجامعية ويدخص سنة التدريب نعم سنة هي ولا كم سنة تعطونا بعد سنة الامتياز سنة امتياز سنة وأربع سنوات سنة تدريب أربع سنوات سنة تدريب عشان تعرفون بس إن الواحد لما يبغي يطلع طبيب كم الدولة تستثمر فيه من وقت ومن مجهود بس عشان يطلع طبيب واحد تفضلي دكتورة فأول سنتين احنا نوزعهم في المستشفيات عشان احنا كطب أسرة احنا لازم نشوف جميع التخصصات فطبيب الأسرة عندما يتشوف المريض في عيادته الخاصة نعم لازم يكون عنده أساسا المنهل الأساس المعرفة بتكون قوية فبالتالي احنا نوزع أول سنتين يكونون في المستشفيات نفسه عشان ينهلون من أهل الإختصاص نفسهم في جميع المجالات جميل جدا وبالتالي بعد سنتين بعد سنتين ما يتخرج من المستشفيات يروحون سنتين ونص إلى سنتين في العيادات نفسه أول سنة ونص آخر سنة ونص يعني يتدربون في العيادات تحت إشراف تدريبي وبالتالي يقلسون اندبندنت يعني بروحهم عشان يتشوفون المرضى طبعا تحت إشراف تدريبي من المدربين أكفاء حاصلين على شهادات علمية معتمدة سواء العرب بورد أو الأمارس جيبي اللي هي الملكية للزمالة البريطانية ويكونون في مجال تدريبي لمدة سنوات حتى يكونون يعني متخصصين وكفاء وحتى يطلعون الدكاترا وكفاء يعني ومأهلين إنهم يلسون بروحهم اندبندنت اللي أول ما يتخرجون جميل جدا دكتورة شيمة أمين مساعد مدير برنامج البورد العربي والدكتورة مدير برنامج البورد العربي دكتورة وديعة محمد نحن نستكمل هذا الحوار وبعد الفاصل من نماذج من خريجي هذا البورد أو خريجي هذا البرنامج بعد النماذج المشرفة حقيقة فما نتعرف أكثر عن البرنامج يمكن شوية بعد ما نتطال يمكن تقصون علينا تقولون نتيه يعني البرنامج فيه وفيه وما أدري كذا لا خلنا نسمع من طلبنا في السم كيف عاشوا هذه الأجواء وكيف تعرفوا على هذا المجال وأنا يعني تعمت أذكر شوية بعض المعلومات عن طب اللي قام على أساس أن بس المستمعين يعرفون أن تخريج طبيب واحد في أي مجتمع من المجتمعات يحتاج عمل كبير يعني أنا تذكر أحد الأطباء يعني اللي موجودين في الهيئة المميزين حقيقة هذا كان يدرس معي في الجامعة ما شاء الله عليه يعني داش الجامعة قبلي ييت أنا تخرجت وداومت وهو بعده يدرس على الأقل عشر سنين فالآن هو واحد من الأسماء الكبيرة يعني في دولة الإمارات كان مميز جدا الحمد لله لكن أنا ما أريد أذكر أسمعه على أساس أنه ما يكون يعني يعني والله عندنا نماتج مشهرة لأصراحة بس إن شاء الله بس الواحد يبغي يذكر هذه الشغلة أن ليش الطبيب الاستثمار فيه مهم وهو يجسد الاستثمار في الإنسان هذا البرنامج من البرامج المهمة نحن اليوم خصص من الحلقة للحديث عن هذا البرنامج جعل أساس أنه نعرف بقيمة هذه المهنة شكرا لك عموما فاصل وما أرجع لكم عشان عيسى ما يزال بس صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى وصباح الإيجابية أي استسبيل والسعادة مستمعين الكرام وأهلا ورحبا بكم في الجزء الثالث من برنامجكم صحة وسعادة نستكمل في الحديث عن البورد العربي لطب الأسرة وأيضا نجدد التحية للدكتورة وديع محمد مدير برنامج البورد العربي لطب الأسرة والدكتورة شيمة أمين مساعد مدير البرنامج وأيضا نضمونا للستوديو الدكاتور الخوات دكتورة نور السري ودكتورة سارة سويدي حياكم الله معنا الله يحييك طيب سارة أنا بس أبغي تتعدلين المايك عساس أن صوتك يطلع بشكل واضح حق المستمعين أنا قبل أن أتكلم بعد أن أرجع عن البورد خليني ما دام أن الدكاتور موجودين معنا أول شيء بأخذ انطباعاتهم الشخصية عن هذا البرنامج ما أدري أبتدي بسارة خبريني عن هذا البرنامج سارة شو انطباعاتك شخصيا طب الأسرة كان تخصص إحنا كتشفنا ويد متأخر حالنا حال المرضى الناس ما نعرشوا الفرق بين طبيب الأسرة والطبيب العام نحن درسنا في جامعة الإمارات الطب اللي هو بكالوريوس طب وجراحة وحتى هناك يصادف أن آخر كورس خذته كان في طب الأسرة في آخر السنة فاكتشفتم متأخر جدا لكن كان من أول الاختيارات بالنسبة لي لأن تخصص شامل لكل التخصصات كل ما دخلنا في التخصصات أكثر كل ما حبيناها أكثر ما قدرنا نختار شيء معين عامل كبير كذلك في اختيار التخصص هذا كان سمعة البرنامج في دبي من أكثر من عشر سنوات وإحنا نسمع أن طب الأسرة والبورد العربي في طب الأسرة من أنجح البرامج أكثرها تنظيما وهذا بالنسبة لي في مسيرة المهنية مهم جدا أن أنا أختار برنامج أن أضامني أن مهما كنت شاطرة مهما كنت أعرف أحتاج حد يوجهني بالطريقة الصحيحة لأن قدرة الطبيب تأتي مش فقط من اللي يقرأه من نفسه وإنما من التدريب اللي يتلقى والحمد لله والله مفهوم جميل منطق حلو للتخطيط المستقبلي للمسار الوظيفي أنا هنا أريد أن أنتقل حق نور دكتورة نور يعني دكتورة سارة ذكرت أنه اختيارة لهذا المجال يعني جاء لأن سمعة البرنامج سمعة جميلة أيضا هذا البرنامج حقق يعني إنجازات كثيرة في هذا المجال أنت اختيارك لهذا التخصص والانضمام لهذا البرنامج أنا اللي عرفت أنكم أنتوا من الأوائل على المستوى الوطني العربي من الأولى فيكم على البرنامج؟ أنا دكتورة نور يعني أنت طالعة الأولى على هذا البرنامج وما بين الدفعة وطبعا دكتورة سارة بعد كذلك من الأوائل في هذا البرنامج الثانية الثالثة الرابعة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك على مستوى الدول العربية كده على مستوى الدول العربية فأنا بتكلم معادي حين دكتورة نور عن انضمام شيء هذا البرنامج أول شيء يعني الانضمام نفسه بيكون قرار التخطي والتفوق نتيجة جهد كبير قمت فيه فخبرين عن هذه التجربة إن شاء الله أنا في البداية مثل ما قالت سارة سمعة البرنامج كانت وايد قوية نسبة النجاح فيه كانت عالية نسبة 99.9 وفوق كل اللي كنا نعرفهم ينجحون فيه وما بس في البورد العربي كذلك في الزمالة البريطانية نجاحهم حتى ياخذونه بامتياز ما بس نجاح الحافلة لا النجاح بامتياز فهذا كله كان عامل جذب لنا الشيء الثاني طب الأسرة يعني كوني أنا عندي أسرة فطب الأسرة كان وايد متماشي مع مع احتياجاتي وإن ما في وايد شفتات في الليل وهالأشياء كنت أقدر أشوف مثل ما قالت سارة كل التخصصات أنا كنت أحب أكثر شيء الباطني فبعد طب الأسرة نفعني يعني في هل المجال قدرت أشوف الأمراض المزمنة اللي عندنا السكر الضغط الدهون فصراحة وبالنسبة لتفوقنا صراحة البرنامج كان يعني أشكرهم على الجهود المبذولة كانوا دوم يحثون على الإمتياز دوم يحثون شاركوا في المؤتمرات ورش العمل محاضرات أسبوعية وكذلك امتحانات دورية فكانت كلها بيئة خصبة للإمتياز والتفوق وللحمد الله أثمرت جهودهم وخذينا المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي فكل الشكر لدكتورة وديعة والهيئة التدريسية اللي ما قصروا معنا جميل دكتورة قلتت تقولي هالكلام أنا برجع بتكلم دكتورة وديعة عن يعني حصول مراكزنا الصحية على هذا البورد وأيضا عدد المراكز الحاصلة على البورد وفي أي تخصص من التخصصات بس طب الأسرة ولا في تخصصات أخرى اللي ماخذين فيها من جموعة البوردات العربية في مراكزنا إحنا تركيزنا على تخصص طب الأسرة يعني إحنا هذا محور وجوهر تخصصنا يعني فرعاية الصحية الأولية كل المراكز اللي موجودة فيها هي عبارة عن خدمات تقدمها تخصص طب الأسرة طبعا أول شيء أنا صراحة أفتخر بوجود يعني ناس ممثلين عن برنامج واصلين لهذه الدرجة العلمية العالية مثل ما أردي ذكرت يعني هم الحمد لله احتلوا المراكز الأولى على المستوى الدول العربية كلها وهم ما شاء الله عليهم من البداية يعني اللي يثمر فيه الجهود يبين بثلتها طيبة من البداية من خلال الأربع سنوات والحمد لله احنا البرنامج يعني صالحين فوق العشرين سنة يعني ابتدى البرنامج في 93 وتم الاعتراف بهلية البرنامج من المجلس العربي في سنة 97 يعني بعدها بأربع سنوات وطبعا هذا كانت أول تخرج دفعي يعني أن يتخرجون من المجلس أول البورد العربي اللي هو مقرة في دبي من 97 إلى اليوم الحمد لله والبرنامج في التطاوم المستمر الشيء جدا بالناس لكفاءات اللي كانت موجودة يعني بنية تحتية قوية يعني خلت مبدأ الاستدامة فيها في رفع مستوى الأداء التحسيني سواء الأكاديمي ولا الكلينيكي وكذلك من خلال الخدمات الصحية المقدمة خلال الرعاية الصحية الأولية طبعا مثل ما قلت تخصص وتخصص بالأسرة نحن هذه السنة هيئة الصحة الحمد لله يعني بفعلا احتفلت بعدة إنجازات يعني باعترافات أكاديمية وكذلك يعني كسيرفس كجسي آي اين مشاءات صحية اعتمادات دولية أكاديمية غير واعتمادات مشاءات صحية يعني مثلا احنا اول اعتماد أكاديمية حصلنا الحين خلال هاي السنة كانت اعتماد الأكاديمية قبل المجلس وكان هذا في مايو 2016 كذلك في مايو حصلنا على الاعتماد الدولي واحنا اكبر مثل ما ذكر في بداية الحلقة احنا اكبر قنوات او اكبر شبكة اضم عشر مراكز صحية حصلت على الجي سي آي اي وهذا بحد ذاته يعطنا احنا في مصاف الدول المتقدمة ان نحصل من يعني اكبر شبكة مراكز صحية تعتمد من الجي سي آي اي اللي هو الاعتماد الأكاديمي لمنشاءات الصحية غير هذا احنا دوريا عدنا اعتمادات زمانة البريطانية زمانة البريطانية دخل البرنامج عدنا في 2006 وطبعا كان اول اعتماد كان في 2007 يعني بعدها سنة ونص تقريبا 18 شهر من 2007 الى يومنا هذا احنا في اعتمادات دورية أكاديمية بصفة دورية كثا سنوات يعني احنا حتى زمانة بريطانية مثل ما قلنا في اللقاء السابق ان زمانة بريطانية حين بدت تعتمد وعادة اعتماد كثا سنوات وهذه اقصى فترة تسمح فيها الكليل الملكي البريطاني باعتماد اي برنامج تدريبي معتمد دوليا فخلال العشر سنوات اللي اطافت احنا الحمد لله احتفلنا في اكثر من ثلاث لاربع مرات وهذه ان شاء الله الدورة اللياية في اكتوبر بتكون الدورة الرابعة لعادة اعتماد الزمانة البريطانية من حيث تدريب الكفاءات الوطنية الموجودة وكذلك المدربين ومشرفين المعتمدين من الكلية طيب دكتورة شيمة يعني وجود نماذج مشرفة مثل دكتورة نور السري ودكتورة سار السويدي كخريجات لهذا البرنامج هذا يعني يعطي انطباع عن ان في دولة الامارات هناك نماذج كثيرة مميزة قادرة على انها تتميز ليس فقط على مستوى الامارات ولكن على مستوى الوطن العربي يمكن مستوى العالمي كذلك الآن كيف يمكن لنا ان نحافظ على هذا التميز نعم سؤال جدا جميل عفوا مثل ما ذكرت دكتورة وديعة فالبرنامج التطريبية بدأت من البرنامج بدأت من 93 ومن هذا الوقت الى الآن فيه تحسن مستمر فيه تغير مستمر ف هذا من اول شيء طبعا هناك الطباء اكثر كفاءة واكثر متدربين وتغييرات جذرية حصلت في البرنامج يعني ان جودة التدريب تحسين التدريب تحسين الكفاءة للمدربين من خلال الاتيان بأطباء متخارجين من خلال اما انتم البرنامج البرد العربي او الزمالة البريطانية او انهم يدخلون في مجال تدريبي البرنامج مع طبعا هيئة الصحة ومع مساعدة هيئة الصحة وبعد التعليم المستمر تساندنا على طول على ان احنا ندخل دورات تدريبية سواء المشرفين او المدربين او حتى اطباء هيا او المتدربين نفسهم فبشكل دوري احنا عنا اه طبعا دورات اه تحذرية دورات يعني اكاديمية مهمة احنا نحط لهم كل اسبوع ترك لكل يعني كل سنتين نجمعهم عشان احنا عنا المدربين ونفسهم اطباء هين نفسهم ففي حيث انوازن بين العمل 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 الطبي والعمل الاكاديمي فاحنا نطلع كل اسبوع ترك الاطباء عشان يدربون الطباء الاقامة جميع من جميع المجالات يعني عشان يقدمون المواضيع المهمة والاشياء اللي واجهتهم والاشياء حتى يعني احنا نشوف حالات معينة سواء في المستشفيات او في المراكز الصحية والتالي نناقشها نناقشها بطريقة علمية نقارنها المعايير العالمية المعايير العالمية او الجورنلز وهذه اللي عشان يكونون فعلا على مستوى اكاديمي او مستوى علمي مؤهلين لكي يقومون يعني الاطباء على مثل ما احنا دولة المارات العربية المتحدة ماشاء الله دهم متقدمة وايضا قالت الدكتورة وديعي انهم لازم يحضرون محاضرات او مؤتمرات او ندوات بشكل تدريبي حتى يرفعون من مجال العلم بغضب انا هنا اريد اتسأل دكتورة نور الحين انت الاولى على الدفعة هذه في البرنامج طيب انا بسألت عقب شو بسوين وين النقطة الثانية بالنسبة لك اوكي انا هدفي بشكل عام يعني ان اصخر عهال العلم لخدمة بلادي والارتقاء بالمستوى الصحي فبجانب الطب الاسراء عندي ماجستير في الادارة الصحية فمن خلال هالشي هدفي ان نطور في الخدمات الصحية العلاجية وكذلك نشوف المرضى فيكون نشوف الاشياء من ارض الواقع ونطور على اساسها جميل انا دكتورة سارة بسألت سؤال يمكن شوية بعد ما ادري اذا انت كنت الانساء صحيح بسألت بشكل عام الان متى ممكن انا اروح عند طبيب الاسرة ومتى ممكن اروح عند طبيب متخصص او طبيب عام او يعني ابغي اعرف شو اللي لازم اسوي اساس ان انا اتخذ قرار ان انا ممكن اروح عند طبيب الاسرة انا اشكرك على هالسؤال اخيرا يعني ان شاء الله نتمنى ان المرضى يفهمون كيف النظام يمشي دايما دايما في البداية تصير عن طبيب الاسرة اللي هو عندنا في دبي خط الدفاع الاول يقولون عنكم حارس البوابة نحنا نشوف اكثر من 95 بالمئة من الحالات والله الحمد انعالجها ومثل ما قالت الدكتورة شايما مبكى لهم يون كمرضى بعض منهم يون الاستشارات تثقيف وقاية توعية المهم فانا لما اشوفك اقرر هل انت تحتاج عناية ثانوية او لا مثل ما قالت اغلب الحالات لا لكن هني التحدي في طب الاسرة ان كل ما زادت خبرتك في الحالات المختلفة كل ما قدرت انك تكتشف فالشخص اللي يحتاج عناية طبية ثانوية مش اي شخص الصبحيين يقول لي عندي صداع معناته صداعه شيء خفيف شيء عادي شيء من استرس او الجهد ممكن هذا اللي ييني اليوم حين قال لي عندي صداع كان عنده ورن فراس فانا المفروض اكون قادرة بالتاريخ الطبي وبالفحص السرير اللي اعرف من اللي يحتاج العناية زيادة اضافة اننا في ويد مرضى اصلا لم يون ما تكون مشكلتهم عضوية بحته وبالتالي طبيب الاسرة يقدر انه يشوفهم ليش لانه في النهاية طبيب الاسرة في عياته هو اللي يملك الوقت الذي يجيب عن تساؤلات المرضى طبيب التخصص في المستشفى ما بيحلك المشكلة طيب انا اللي اعرف احنا برجح حق نور انا ما اعرف انتم تكلمنا وياكم كمشرفين خلونا شوي نستلم بالعكس نطول نسمع الجيل الصعيد نجيل الصعيد يسمع حين ما ادري كم عمرك دكتورة عموما دكتورة نور نسيتيني شو بغيت اسألها الآن في تخصصات في الطب هذه تخصصات يعني حق البزنس حلوة عرفتي يعني في تخصصات يعني انا ما بغي اذكر التخصصات بشكل عام لكن نعرف انه في بعض التخصصات الطبيب اذا درسه فتح لعيادة خاصة ولا فتح للمكان هذي يسمونه ممكن يطلع فيها ملايين طب الاسرة شو بتطلعون اه تفكرون يعني ان في ممكن يدخل تفتحون عيادات خاصة او اشياء معينة طبعا نحن لا نتمنى نتمون عنا في هيت الصحة بس بشكل عام يعني هذا التخصص هل ممكن يفتح افاق للبزنس مثل ما يقولون هو سؤال جميل بس اول شي حبيت انوه طب الاسرة مهنة انسانية اهم شي علاقتنا مع المريض ونحن بنبدأ معه من الصغر الى الكبر جميل وها يعني يسوأ اكثر حتى عن الملايين اللي طلعون هالتخصصات الثانية بس بعد نحن عدنا تخصصات بعد طب الاسرة ممكن تتخصص اكثر كجلدي كجراحة تجميلية كمثلا نسمي الاسبورت ميندسن اللي هو الطب الرياضي فيه تخصصات ثانية ممكن تكمل عليها بعد طب الاسرة فيه حتى المجال التعليمي والمجال الاداري وايد عندنا ما شاء الله منها الدكتورة وديعة والدكتورة شيمم كملي كمجالات ادارية وماخذين ماجستير اداري فالمجال واسع والعلم بلا حدود يعني انت ما شاء الله خذتي نفس الماجستير اللي عنده ما شاء الله عليك ما شاء الله طيب دكتورة وديعة انا عندي تقريبا اربع دقائق وعندي اربع ضيوف فبعطيك بوزعها عليكم يعني ككلمة اخيرة سواء انت محور ما قدر تغطيها او اي شي فتبغين ابتدي معاك انت ولا ابتدي معاهم وانت اخر واحدة على راحتك تفضل مع الدكتورة او شي شيمة بعدين ارجع للطلبة او خليج انت اخر واحدة شامل انت فاضي الدكتورة شيمة طبعا اشكركم على استفضافتنا عشان نشرح شوية عن طب الاسرة نوضح اكثر عن طب الاسرة وكيف الطب الاسرة طب يعني جميل جدا وطب يعني فعلا الناس تبا تفهمها اكثر شوية الحمد لله الناس قامت تفهمها شوية اكثر في هالفترة الاخيرة بس فعلا احنا نوضح فيها اكثر عشان الناس تستقبلها وخاصة الشعب والمجتمع يعني يعرفون عنا كيف احنا الخدمات اللي يقدمونها جميل دكتورة شيمة امين مساعد مدير برنامج البورد العربي لطب الاسرة في هذه الصحة نحن شكري لشادة التواجد وايضا متوجه حق الدكتورة سارة سويدي احد خريجيات الخريجات المتفوقات لهذا البرنامج الفضل دكتورة حبيت اشكر برنامج صحة وسعادة لان فعلا ساهم كثيرا في انه يوصل ما بينه ما بين المتعاملين لان دائما اغلب الشكاوي هي مشكلة في التواصل فشكرا يعني على هالبرنامج شكر لتش ونتمنىكم التوفيق ان شاء الله في مسيراتكم المهنية دكتورة نور السري الاولى على الدفعة تفضل يا دكتورة انا في الاخير حبيت اهدي اصلنها الانجاز لسيدي صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد ولنائب الشيخ محمد بن راشد المكتوم وشعب الامارات على الدعم اللامحدود وحرصهم على تمييز المرأة في جميع المجالات كذلك احب انا اوه على ان كل اللي يسمعونا دوم حطوا هدفكم التفوق والتمييز وتحصيل المراتب العلية اه وكذلك يعني تحصيل الدرجات العلية في العلم لان العلم بلا حدود هو اللي سبب ارتقاء الحضارات وهو اللي بي بيفيد بلادنا وشكرا دكتورة نور السري الاولى على الدفعة الاخيرة هي صح؟ الدفعة الاخيرة اللي خرجت في البورد العربي نعم من برنامج البورد العربي دكتور وديع انا في النهاية احب اختتم بمقولة صاحبة بسمه الشيخ محمد الراشد المكتوم ان في سباق التمييز ليس هناك خط للنهاية والحمد لله احنا نحاول نعتمد لجودة كأسلوب حياة وليست مجرد غاية بالتاني نحاول كتما نستثمر في الانسان ونوصل لأعلى مراتب السواء العلمية كذلك الاكاديمية ومثل ما ذكرت دكتورة نور الحمد لله هم اكبر انجاز يعني سواء كانت في المراحل يعني انهما وصلوا كيف جوهر تخصص طب الاسرة نفيها الشمولية الاستمرارية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية كذلك جميع المراحل العمرية فهم خير مثال على ذلك والحمد لله العدد كبير وان شاء الله في تقدموا استمر دكتورة من الاخر بترقونهم ولا لا ان شاء الله جريب يستاهلون كل خير ان شاء الله ها ترقي على الهوة عطوكم اياها لا بالعكس استاهلون لان الحفاظ على مثل هذه النماذة اكيد كوادرنا موطنية ان الموضوع اصلا مش موضوع تجاري بالنسبة على الكثير ما هو موضوع انساني وهذا شيء جماعة الخير سبحان الله انا شفته في العديد من الشخصيات الموجودة في هيئة الصحة يعني حتى ما ما يذكرون انه ممكن ياخذون في احد الطبيبات تقول لي انا ما اتخيل نفسي انه يجيني مريض واخذ من عنده بيزات ما اقدر اتحمل ان انا ممكن اسوي هذا الشيء حس اني انا المهنة هذه وايد يعني مختلفة تماما تحتاج انسانية اكبر ايضا يا جماعة الخير بعد كذلك فيه شغلة بسيطة بغيظيفة يمكن خارج الموضوع تماما هناك بعض الممارسات اللي قد تواجه الطبيب بمعنى ان الطبيب يواجه عنث من بعض العملاء ويمكن هذا العنف لا اسبابه يعني انحنا نتكلم ان الواحد ممكن تكون نفسيته شوية صعبة ان يشوف حد من اهله ولده ولا حد كذا يعني في حاله تكون صحية تعبانة ان شاء الله بس هذه هذه اخر شغلة تكون تعبانة شوية وكذا فممكن نتصرف تجاه الطبيب بعنف سواء عنف لفظي او عنف جسدي نقولكم هنا يا جماعة الخير يعني هؤلاء يسمونهم ملائكة الرحمة صح تشي يسمونكم الحمد الله فنتمنى ان الواحد يتعامل معهم برقي اكثر من تعامل مع الانسان العادي لان هذه المهنة مهنة شريفة مهنة انسانية بحتة فيجب ان نتعامل معهم بانسانية كان معكم من خلف الميكروفون محمود يوسف العلي وفي الاخراج عيسى سبيل وفي التنسيق فيصل بن فارس فكل الشكر لكم على حسن الاستماع وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد نقول لكم دمتم صحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي حتي